وmbok estudio الز製 بيكاربوناتو الصودوم كون بيكاربوناتو صودوم بيكاربوناتو صودوم استغراض على قرويلون ما يمازلان المهات استخدمها تستخدم العميل الكيكات بس الكيكات اللي بتحتوى على مواد حمضية زي ببرتقال والليمون واللبن طيب اشمال الكيكات الحمضية لان انا زي ما قلت لكم هي عبارة عن مادة قلوية فعشان تشتغل وتديك المفعول محتاجة مادة حمضية تتفاعل معاها فانو تفاعل معاها تدي سانو اكسيد الكربون فده هو اللي بيرفع الكيك عشان كده انت لما تحطيها للكيك الحمضية اللي فيها ليمون زي ما قلت لكم او برتقال او لبن مجرد ما تحطيها معاها بتفاعل معاها وبتديك كده فقاعات بترفع الكيكة عشان كده الكيكة تلاقيها بتترفع معاكي وبتزيد الفوق قبل ما تدخلها للفرن وكمان بيكاربوناتو سوطم تستخدم في عملات التنظيف زي مثلا تحطيها في الخاطر تستخدم التنظيف السجاد تستخدم التنظيف المرحاض ايه تاني كمان وبرضه ممكن تحطي منها مثلا ملحقة بسيطة مثلا مع الملابس في الغسالة بتنظفها وبتشيل الرائح الكريه اللي فيها وكمان بتستخدم التنظيف وتعقيم الاجهزة الكهربائية مثلا ممكن نجيب مثلا ملعق من بيكاربوناتو السوديوم وعليها ملعقة خال وشوية مسحوم وعين وشوية مية وتخطيه مع بعضهم في بخاخة وترش تنظف المايكرويف تنظف في التلاجة بتنظف وتعقم حلو خالص الفرن والحاجات دي فكويسة خالص خالص في التنظيف وكمان برضو بيستخدم الإزالة الروائح الكريهة يعني مثلا ممكن نجيبها فينجال كده صغر حق في شوية بيكاربوناتو وحقها في التلاجة بتسحب اي ريحة كريهة في التلاجة نفس النظام بتحق برضو فنجال تاني مسلا في الجزامة بتسحب اي روائح كريهة في الارضية من تحت باسكت الزبالة برضو تسحب اي روائح كريهة ولها استخدامات كتير خالص خالص اكتر من اللي انا بقول لكم عليها دي بس ايه انا بقوم لكم فيديو مفصل لها البيكاربوناتو الوحيد عشان استخدمتها الوحيدة اساسا عايزة فيديو مخصص لها الضريقة الصحيحة لتخزين بيكاربوناتو الوحيد ايه حاجة لازم نتخزينها في مكان جاف بعيدة عن أماكن فيها روائح او فيها توابل انها بتسحب الريحة فانت لو حطتان وحي التوابل تسحب رحة التوابل غير ذات نفسها تفسد انت كده خسرت التوابل وحصلت بيكاربوناتو الوحيد كذهبه هي يكونه مكان جاف ان واعيد عن التوابل وكمان عشان تحفظ على بيكاربوناتو الوحيد تفضل معاimentة ، تعgiggles بنفس المفعول ان انت تجيب كميات قليلة تستخدميها وبعض ما تخلص تجيب كميات ثاني يعني ما تجيبش كمية كبيرة خالص لا كده ممكن تبوز منك يعني ممكن ما تفتحيها ما تكفلها شي كويس فتبتدأ تبوز تسحب رطوبة تسحب روائح طيب افرض انت سخدمت بيكاربونات صدم في كل الوصفات اللي قلت لك عليها دي ومددتش اي نتيجة لا ادت نتيجة مع الكيكات ولا ادت نتيجة مع التنظيف ده معناها ان بيكاربونات صدم عندك منتهت الصلاحية لفاسدة طب احنا نعرف ازاي منتهت الصلاحية او فاسدة عن طريق اختبار بسيط خالص احنا قلنا ان بيكاربونات الصدم عبارة عن مادة قلوية فها احنا لو حقناها لها مادة حمضية هترفاعل معاها وتديك فوران فعشان كده انا هجيب شوية من الخله الابيض كده بيكاربونات الصدم مشغاله كويس خالص تتكاون من بيكاربوناتو الصوديوم مع مادة حمضية مع النشا تحتوي على بيكاربوناتو الصوديوم ولكن مع مادة حمضية مع نشا تحتوي على مادة حمضية تحتوي على بيكاربوناتو الصوديوم وكما ينظل مادة حمضية بيتفاعزة مع بعضهم نوع البيكاربوناتو الصوديوم يجب أن تحضل حرارة هذه النشايدة تحتوي على حرارة لفرن овاليقاربوناتو الصوديوم تحط البيكينج بودر اخر حجم على الدقيق. وتدخلها على قول الفرن. على درات حرارة عالية. لان هي محتاجة رطوبة. وفقط ما تحططها رطوبة لازم تحطط درات حرارة عالية. عشان كده لازم تكون سخنة الفرن قبل ما تحط الكيكة بربع ساعة. عشان كيكة ترتفع معاك. طب في ناس كتير هتسأل طب الافضل الكيك البيكينج بودر ولا بيكاربوناتو السوديوم. بصوا هقول لكم كده بالتحديد. البيكاربوناتو السوديوم دي بتتفاعل امتى لما تحطيها في الكيكة الحمضية بتتفاعل معاها بتديك سنة وصود الكاربون وتديك ارتفاع. ده بيكون خارج الفرن. يعني انت مجرد ما حططيها على خلط الكيكة ترتفع على قول. حتى ما تدخلتش الفرن. يعني اي هزة فيها كده ولا كده ممكن الارتفاع بتاعها هيبط قبل ما تدخل الفرن. ممكن لو حططيها يعني ايه في الفرن يعني اتخبطت منك في ارضية الفرن هتهبط منك. لكن البيكاربوناتو السوديوم ده عاكسها. التفاعل انت اول ما تحطيها في في خليط الكيك اللي هي رطوبة جوا رطوبة تحطها في الفرن ترتفع في الفرن مع درش الحرارة. اول ما ترتفع كده الكيكة بتكون افضل بالبيكاربوناتو السوديو. يبا. الاتفاق الاخير ان البيكاربوناتو السوديوم افضل لعمائي الكيك. ان البيكاربوناتو باودر بيدي التفاعل بتاعه داخل الفرن على ضرورة حرارة عالية اول ما تحطيه الكيكة بيرتفع. والبيض بيجمد. عشان كده الكيكة بتكون افضل بالبيكاربوناتو. طريقة تخزين البيكاربوناتو. يتخزين في مكان جاف بعد عن الحرارة. زي ما قلت لكم في وجود الرطوبة ودرات الحرارة عالية بتفاعل معه. عشان كده تخزينه في مكان جاف بعد عن درشة الحرارة. والافضل ان انت تجيب كميات محدودة من البيكاربوناتو. عشان مفسادش منك وبوز الكيك. طب افرض انت استخدمت البيكنج باودر للكيكة. ومنفشتش معاك. معناها البيكنج باودر هنا فسد او موضة صلاحية تنتهد. هقولكم دقاء على تفاعل كمياء تعرفوا فيه البيكنج باودر شغال ولا مش شغال. انا قلت لكم ان البيكنج باودر عشان يشتغل محتاج رطوبة ومحتاج رطوبة عالي عشان كده هجيب مياه هي رطوبة وما يكون مغلية كده رطوبة عالية. وحق فيها البيكنج باودر المفروض يديك التفاعله بتاعوا انها تغلي. قضي يديكي كده فوقها هتبص اهي. هبصوا. كده معناها البيكنج باودر معاك شغال. موسيقى 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 موسيقى